فيكتوريا ليست سيدة إنما قاعدة أمريكية في مطار بغداد تستهدف فيكتوريا بالكاتيوشا مجددا في هجوم ثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع ثمانية صواريخ كانت معدة لتكرار مسلسل هجمات الكاتيوشا لكن ثلاثة منها أعادت مشاهد التخريب تون تسجيل خسائر بشرية وفي مقاربة سريعة فإن استهدف بعثات الدبلوماسيين وكذلك استهدف القواعد الأمريكية ومسلسل الهجمات التي تشنها فصائل خارج إطار القانون يضع الحكومة أمام مصير هيبة الدولة وسيادتها الذي كلما صمتت تلك الصواريخ تعود لتحيي التوتر والفوضى وفجوة الثقة للأمن والأمان مطار بغداد الذي يمثل واجهة الدولة يضم قاعدة أمريكية لتحقيق هدف واشنطن في دعم بغداد على مواجهة الإرهاب وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها تتابع الحدث الأمني الكبير لكن تصعد لغة الرد المباشر على لسان القيادة المركزية الأمريكية بشأن الفصائل الموالية لإيران التي شنت أكثر من خمسين هجوما بالعبوات الناسفة على القوافل والأرتال اللوجستية التي تديرها القوات العراقية والمتعاقد عليها مع قوات التحالف الدولي ومع تصاعد وتيرة العبث التي تتهم فيها أمريكا الفصائل الموالية لإيران تجدد أمريكا تأكيدها على عدم تخفيض قواتها في العراق بناء على رغبة بغداد في التفاصيل بين السطور تمرر واشنطن رسالة المواجهة مع إيران وهنا ما يحتمل الأمرين إما أن تعود موجة تصفية الحسابات على الساحة العراقية أو تنتهي الموجة بتأمين بطار بغداد عندما تجتث أماكن منصات إطلاق الصواريخ ومن يقف وراءها في بلاد الرافدين ترجمة نانسي قنقر